موسيقى إذن كما نرى في مؤتمر بغداد في الأردن حيث توافد القادة على مقر العقادة المؤتمر كما نرى في هذه الصورة ومنهم منذ قليل كما تحدثنا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وكان في استقبال القادة كما نرى هم الذين اصطفون الآن في هذه القاعة في الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عهل الأردن من المقرر أن يحضر أيضا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب طوريل ومعاونه إنريكي مورا الذي تولى التنسيق المباشرة لمباحثات النووي شاركوا في هذا المؤتمر أيضا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبلغيط وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليق العربية وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي كما نرى هنا أيضا في هذه الصورة هذه الصورة التذكارية للقادة والزعماء الذين حضروا في هذه القمة المهمة في مؤتمر بغداد الذي يعقد حاليا اليوم واحد في الأردن في منطقة البحر الميت وهنا نرى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين وهو يرحب بالقادة والزعماء المشاركين في هذا المؤتمر حيث يتجه القادة والزعماء إلى الجلسات التي سوف تعقده هذا المؤتمر سوف تكون فيه جلسة مفتوحة لمناقشة الملفات المختلفة والحديث حول إطار دعم عودة العراق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي الحرص على ضمان أمنه واستقراره حيث يسعى هذا المؤتمر كما نرى إلى البناء على النتائج التي أصفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس من عام 2021 من خلال منقشة السبل الكفيلة لمحاولة تعزيز مصاري الحوار البناء بهدف حل المشاكل في المنطقة أيضا فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة لقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي ما بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة فرنسا تأمل في هذا المؤتمر طرح مسائل تشغل جميع بلدان المنطقة مثل أمن الطاقة، الغذاء، الاحتباس الحراري، الربط الكهربائي وأيضا مسألة التغيرات المناخية وتأتي استكمالا لمؤتمر بغداد واحد في محاولة لجعلها قمة دورية وتستهدف في المقام الأول تأكيد الدعم للعراق واستقراره بعد تعيين الرئاسات الثلاث ومراجعة الوضع السياسي في المنطقة هنا نرى العهل الأردني الملك عبدالله الثاني وهو يتوسط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وهو أيضا يرحب بالقادة والرؤساء المشاركين في هذه القمة المهمة أو هذا المؤتمر المهم لأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من المقرر أن تشهد لقاءاته عددا مهما من مشاركته لقاءات ثنائية مع زعماء المشاركين في هذا المؤتمر بما فيها مع شقيقيه العهل الأردني كما نرى في هذه الصورة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأيضا لتشهد